فريق الأخضر السهل لقاء وهو يمن النفس في التوقيع على نتيجة إيجابية تريحه إيابا وأكد أن يرسم أولى معالم تحقيق هذا المراد بعدما أضاع اللاعب سفيان رحمه في دقيقة السادسة فرصة ذهبية وهو لوحده أمام حارس الإسماعيلي الرجاب بصم على نصف ساعة أولى مقبولة وخلق العديد من الفرص السانحة لتسجيله بدأناه تراجع في باقي دقائق المواجهة وبات الفريق المصري متحكما في مجرياتها خاصة على المستوى الهجومية ضغط الإسماعيلي الواضح سيثمر هدفا أولى من نقطة الجزاء احتسب حكم اللقاء بعد العودة إلى تقنية الفارة الأخيرة أوضحت لمسة يد على حميدة حداد لاعب الرجاء في منطقة الجزاء هذه الركلة نفذ بنجاح تونسي فخردين بن يوسف في الدقيقة الحادية والخمسينة بعدها واصل الإسماعيلي سسلة المناورات والمحاولات بحثا عن أهداف أخرى لكنه فشل بسبب تصرع لعبيها أما مدرب الرجاء جمال السلامي فخط بعض التغييرات أملا في العودة إلى المواجهة إلا أن الفرص القليلة التي أوتحت للنسر الرجوي لم يحولها إلى حقيقة جلية ليتأجل الحسم حتى مباراة العودة في الدار البيضاء في الخامس عشر من مارس المقبلة نذكر أن فريق الرجاء لعب هذه المواجهة منقوصا من عشرة لعبين أغلبهم للإصابة